طيب آخر جزء أعز أتكلم فيها بخصوص النادي الأهلي النهاردة هو فيما يتعلق وليد أزارو خلاص تم الانتهاء من إجراءات أعارة وليد أزارو الاتفاق السعودي وإحنا عارفين على مدار الفترة اللي فاتت كان فيه مفوضات بين وليد أزارو وبعض الأندية اللي كان بترغف التعاقد مع اللاعب لكن اللي عايز أأكد عليه لحضراتكم أن النادي الأهلي كان حريص جدا جدا أن وليد أزارو يخرج أعارة مش بيع ليه؟ لأن النادي الأهلي الجهاز فني مسؤولين الناس كلها مقتنعة بقدرات وليد أزارو ولكن أيضا مقتنعين أن الفترة دي مش فترة وليد أزارو أو غير موفق حاليا فغانا الأفضل دايما سواء لوليد أو للنادي أن وليد يخرج الست شهور دور يحاول بإذن الله يستعيد ثقته في نفسه أولا ويستعيد قدراته التهدفية المعهودة عن خلال منذ اندمامه لنادي الأهلي تحديدا علشان إن شاء الله يرجع للنادي الأهلي في قمة مستوى ويقدر النادي الأهلي يستفد منه بالشكل الأنسب ده فيما يتعلق بوليد أزارو طبعا نتمنى له كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله يهدف هناك ويبقى مؤثر مع فريق اتفاق الصعودي والأمور انتهت بشكل رسمي خلاص وطم رفع اسم وليد أزارو من قائمة النادي الأهلي وطم قيد أليو باجي بشكل رسمي في قائمة النادي الأهلي نتمنى التوفيق لوليد هناك في سعودية نتمنى كل التوفيق طبعا لنجمنا الجديد اليوباجي خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي لأنه فيه أمال كبيرة جدا منعقدة على هذا اللعب والزملاء بالطبع في مختلف الممارات والتحديات الهمة بالنسبة لفريق خلال الفترة اللي جاية